الخوارج الذين يخرجون على الإمام الذين يخرجون على الإمام هم البغاء وقال لهم البغاء ما الفرق بين البغاء وقطاع الطرق البغاء لهم شوكة هم الذين كلهم شوكة وعندهم شبهة هل أهم البغاء شوكة وشبهة أما قطاع الطرق لا عندهم شوكة ولا عندهم شبهة هلأ يهجمون على الناس ويهربون وليس عندهم يعني شيء ينقون عليهم لكن طمع في نفوسهم في أخذ أموال الناس أو إيدائهم فقط أما البغاء هؤلاء هؤلاء أولا لهم شوكة يعني كلهم قلنا نقول لهم جيش أو جماعة محاربة شوكة يحاربون كالخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه كانت لهم شوكة وكذلك أن تكون لهم شبهة أن تكون لهم شبهة يقاتلون من أجلها فهنا إذا خرج هؤلاء البغاء على الإمام وعندهم شوكة وعندهم شبهة فماذا على الإمام أن يفعل؟ قال من خرج على الإمام يريد إزالته من منصبه فهو باغن هذا اعتداء لأنه ليس هكذا تكون الإمامة الإمامة في الإسلام تكون بالشورى وتكون بالتنصيب أما يأتي أحد ويخرج على الإمام فهذا باغن على إمام المسلمين يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمرها فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين قال وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجد وكف شبههم فإن توكف عنهم وإلا قاتلهم يعني إمام المسلمين لا يقاتلهم مباشرة البغاة وإنما ينظر ماذا عندهم تعالوا ما المشكلة ماذا عندكم وهكذا جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وأشهروا البغاة الذين خرجوا من خرج على علي رضي الله عنه وهم الخوارج بعد معركة صفين وأنه صار الصلح بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه مجموعة من جيش علي رفضوا الصلح ولما رجع علي رضي الله عنه إلى العراق اعتزلوا وصاروا في منطقه قال لا حروراء ومنه سموا الحرورية فجلسوا في حروراء ثم بدأوا يرسلون يعني الكلام بين الناس في الطعن في علي رضي الله عنه الخروج عليه حتى بلغ بهم الأمر أن بعضهم حضر خطبة لعلي رضي الله عنه فقام بين الناس وتكلم وتكلم على علي وقال لا حكم إلا لله يقول لعلي رضي الله وعلي يخطب والناس حاضرون هذا وقف قال لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها بعض من ينكر أنه لا حكم إلا لله كلنا نقول لا حكم إلا لله ماذا تريد بهذه الكلمة لماذا تقولها الآن وأنا أخطب وتعلن هكذا بين الناس وماذا تقصد منها فاستأذن ابن عباس علي رضي الله عنه أن يذهب إليهم ويناظرهم وفعلا ذهب ابن عباس إلى الخوارج في حروراء مسقط رأسهم أو نقول مكان إقامتهم فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فدخل عليهم قال ما تنقمون من علي ويقال إن عددهم كان قريبا من ستة آلام فقال ما تنقمون من علي قال ننقم عليه أمورا قال أرأيتم إن أجبت عليها هل ترجعون للحق وهذا الذي قاله المؤلف يجب على الولي الأمر أن يرسلهم ويسمع منهم ويزل شبهتهم ويدعوهم إلى الحق فأرسل علي بن عباس فجاء قال ما هي شبهتكم ماذا تريدون نحن مسلمون أنتم مسلمون ماذا تريدون قالوا ثلاثة أمور ننقمها على علي قال ما هي قالوا محى اسمه عن أمرة المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال والثانية قال قاتل أهل الجمع ولم يسبهم فإن كان سبيهم حرام فقتالهم حرام وإن كان قتالهم حلال فسبيهم حلال قال والثالثة قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله قال طي أرأيتم إن أجبتوا عنها أترجعوا أنا فسمعت شبهتكم أو شبههاكم هل ترجعون إذا أجبتوا عنها قالوا نعم وما من أن أرجع طبعا هذا كلام مجموعة منهم مجموعة أخرى قال لا تناقشوه لا تجالسوه هذا من قوم قال الله تبارك بل هم قوم خصمون يعني هل كلام فلا تجادلوه في هذا فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنه جاد لهم في هذا قال ماذا تريدون فقال بعضهم أو قال في الأولى قالوا في الأولى ما حسمه عن أمرك المؤنين لما حصل الصلح بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما في دومة الجندل أو قبل دومة الجندل في صفين لما حصل الخلاف بينهما وحصل القتال بعد ذلك رفعت المصاحف على الرماح وتوقف القتال ودعوا إلى الصلح ثم اجتمع علي ومعاوية وكتب هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية لا تكتب أمير المؤمنين أنا لو بايعتك أنك أمير المؤمنين ما قتلتك أكتب اسمك واسم أبيك أنا لا أقاتل أنا لم أبايعك بعد أنك أمير المؤمنين فقال علي إذن نعم فكتب هذا ما صالح عليه وقال للكاتب ابدأ باسمه قبل اسمه معاوية يقول للذي يكتب ابدأ باسمه قبل اسمه لسابقتي وفضله وأسلم قبلي وله فضل أكثر مني ابدأ باسمه قبل اسمه فكتب هذا ما بايا عليه علي بن أبي طال معاوية بن أبي سفيان هذه حقد من أجلها الخوارج هؤلاء وقالوا أنت كنت أمير المؤمنين الآن تقول أنا لست أمير المؤمنين إذن أنت أمير الكافرين فقال لهم بن عباس في صلح حديبية الرسول صلى الله عليه وسلم لمصالح المشركين في صلح حديبية والكاتب كان علي سبحانه الله علي هو الكاتب فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر فقال له سهيل لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال أمحوها يا علي فقال لا أمحوها قال ضع يدي عليها فمسحها النبي بيده لأنه لا يقرأ صلى الله عليه وسلم فمسحها بها قال اكتب هذا ما بايا عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عبد الله ما في مشكلة فهل صار نبي الكافرين بعد أن كان نبي المؤمنين فسكتوا فقالهم خرجت من هذه إجابة واضحة قالوا خرجت قالوا أما قولكم قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فمن منكم يريد عائشة في نصيبه فإن قلتم فإن قلتم إنها أمك أمكم وتريدون أن تسبون أمكم فقد كفرتم وإن قلتم إنها ليست بأم لكم فإنك فقد كفرتم لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم فسكتوا قالوا خرجت من هذه قالوا خرجت قالوا أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم الله جل وعلا ولا حكم إلا لله قال فإن الله تبارك وتعي يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما أيهما أعظم أمة محمد أو فرج امرأة وفي رواية أنه قال لهم أو هذه يقول أنها قالها علي رضي الله المهم فقال أيهم أعظم أمة الإسلام أو فرج امرأة فسكتوا قال خرجت من هذه قالوا خرجت فيقال إنه رجع منهم ألف رجل من ستة آلام رجعوا إلى الحق وقالوا الشبهة أزيلت فإذن على الإمام أن يزيل الشبهة وفي رواية عند أحمد وغيره أن علي هو ناظرهم أيضا واجتمعوا إليه وناظرهم عليه رضي الله ولما قالوا لا حكم إلا الله أتى بالقرآن أمامه وضربه بيدي قال أحكم يا كتاب الله قالوا يا علي إنما هو مداد في وراء يعني ما يتكلم المصحر قال إذن نحن نحكم بما أنزل الله وينقمون الحكمين لما جعل الحكمين وهم أبو موسى الأشعري وهم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص قالوا حكم الرجال لما اتفقوا في دومة الجندل قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا الله فقال أضعكم يا كتاب الله قالوا إنما هو مداد في ورق فقال علي رضي الله فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فأيهم أعظم أمة محمد أو صيد يقتله الرجل فالقصد إذن هنا أنه على الإمام أن يجلس معهم ويسمع منه أو يرسل من يجلس معهم ويسمع منه ويزيل عنهم الشبهة والحمد لله دين الله واضح فتزال عنهم الشبهة فإن أصر كما فعل الخوارج هنا قلنا رجع ألفان بقي عدد آخر أربعة آلاف أو أكثر ظلوا على ما هم عليه قاتلهم عليه رضي الله عنه في معركته النهروان قال وعلى الإمام مراسلة البغا وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم فإن انتأو كف عنهم وإلا قاتلهم فإن كانت عندهم شبه فعلا حقيقية مثلا مظالم وقعت الإمام يجب عليهم نجيل المظالم إن كان بعضهم يقول هناك أناس مثلا مجرمون وتعفون عنهم وتسامحونهم وكذا يزيل عنهم الشبه هناك والي ظالم يعزله إذا قالوا هناك عبث في أموال المسلمين يعني يقضي في هذه المسألة ويمنع العابثين ويحاكمهم إن كانوا قالوا هناك مثلا أناس يقطعون الطريق على الناس أو كذا ولا تعامل المهم أن يلبي مطالبهم إن كانت مطالبهم شرعية هذا القصد وبس يسمع منهم ويقول لا لا يلبي لهم ما أرادوا فإن فعل ذلك فقد أزال شبهتم عند ذلك يكون معذورا ولذا قال وعلى رعيته يقول وإلا قاتلهم وعلى رعيته معونته في ذلك طيب يعني يساعدونه في قتالهم يقول فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع يعني إذا اضطر إلى قتالهم ما رجعوا يعني ثبتوا على ماهم عليه من الضلال قاتلهم يقتلهم وما تلف من مالهم أثناء القتال من حرق المزارع أو النفوس التي ذهبت أو الأموال التي أخذت كل هذا يعني لا يعينه لهم أبدا هذا كله يعني جبار لا شيء فيه طيب فإن اضطر إلى قتالهم أو إطلاف مالهم فلا شيء على الدافع وإن قتل الدافع كان شهيدا يعني إذا هؤلاء البغاء خرجوا على المسلمين فالذي يقتل من المسلمين من هؤلاء البغاء وإن كانوا المسلمين لكم بغاء مجرمون معاندون كما قلنا المكابر ومثل خوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه من قتل من المسلمين فهو شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون عرضي فهو شهيد فالذي يقاتلهم ويموت في هذا القتال فهو شهيد قال ولا يتبع لهم مدبر لأن علي رضي الله عنه لما قاتل قال فهو آمن من ألقى السلاح فهو آمن لذلك لا يتبع لهم مدبر إذا استسلموا أو هربوا من القتال تركوا خلاص لا نلحق بهم كالكفار ونقتلهم لا 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 أبدا لأن هؤلاء لهم شبهة إما أزلناها بالكلام وإما أزلناها بالسلاح المهم إذا عقلوا صار الله يقول أضادم قلاء فاتركوا فمن فر منهم لا يتبع ومن جرح منهم لا يجهز عليه لا يقتل وهو جرح لأنه في النهاية مسلم قال ولا يغنم لهم مال كذلك لأن الغنيمة لا تكون إلا من الكفار ما في غنيمة من المسلمين لا تغنم أموانسهم إذا أنكر عليهم أنهم قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم يبون غناء أهل الجمل مسلمون فكذلك هنا أنتم مسلمون أكاك لا نغنم منكم فلا يغنم منهم لأنهم مسلمون ولا تسب لهم ذرية كذلك لأن السبي لا يكون إلا من الكفار لما ما في سبي من المسلمين قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفسنا أو أموان كذلك بعد أن تهدى الأمو وتنتهي لو جاء المسلمون قال نطالب بما أتلفوه أو هم يقول نطالب بما أتلفوه من قاتلنا كل هذا ما يرجع أبدا لأنه قتال فتنة أو قتال بغاء فإنه لا يطالب أحد بشيء بقيت هنا مسألة في قتال هؤلاء الخوارج إذا قتلوا الفترة لو فرضنا أن هؤلاء الخوارج مثلا نقول اللي في حرورة مثلا لو قدر أنهم حكموا حرورة ومن حولها وما حولها مثلا فترة سنتين مثلا هم متمنعون عن ولي أمر المسلمين يقاتلون ويدفعون وكذا واستمر قتالهم سنتين أو ترك قتالهم سنتين فرضا أنهم حكموا هذه البلاد كبرت أو صغرة حكموها سنتين ما أخذوه من الزكاة لأنهم مسلمون في النهاية يأخذون الزكاة من الناس مثلا طيب ويصرفونها وكذا هل يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية يدفعوها لهؤلاء البغاء لا خلص ما أخذوه من الزكاة وهذا كله يعني لا يطالبون به والله أعلم